طريقة الرسمة على الصبور البيضة أثبتت كفائتها العالية في شرح الأناتومي بالرغم إن الشرح بياخد وقت ومجهود إلا إن النتيجة بتكون مميزة جدا وأنا في طريق بحاول أنفذ أكبر قدر ممكن من الفيديوهات اللي متأكد إنها هتفيد أجيال بعد كده علشان كده في الفيديو ده جمعت أعظام الطرف السفلي كله واللي تم شرحه بالكامل بطريقة الوايد بورد أنيميشن وأسمت الأجزاء بسيطة علشان نتجنب موضوع الملن في الفيديو ده هتلاقي بالترتيب شرح البلفز والهيب جوينت والفيمر والني جوينت والباتلة والتابية والفيبيولة وبعد كده عظام الأنكل والفوت وبعد من خلص العظام هتلاقي شرح الأربطة الموجودة في مفصل الهيب جوينت وبعد كده الأربطة الموجودة في الني جوينت معاكم أحمد شريف ودي قناة المختصر المفيد التكوين العظمي للبلفز بيشمل عظمتها الورك اللي هم هيب بونج وليليهم اسمي تاني اللي هو النومونيت بونج والمنطقة العجزية اللي هي السكرم والمنطقة العصاصية اللي هي كوكسيكس الهيب بون بتتكون من ثلاث عظام وهما الإليم اللي هو العظم الحرقوفي والبيوبيس اللي هو عظم العانة والإسكيام اللي هو عظم الإسك الإليم وهو أكبر وأعلى جزء من الهيب بون بيتكون الإليم من بادي وجناح كبير اسمه ألا السطح الأمامي لجناح الإليم بيكون مقعر وبيسمى إليك فوسة بيفصل بين الإليك فوسة وجسم الإليم خطة على شكل كوس يقع على السطح الأمامي من الإليم واسمه أركويت لين وبيكون جزء من البلفك بريم والحفة العليا من جناح الإليم بتسمى إليك كريست الإليك كريست بتنحدر الأسفل علشان تنتهي بالسوبرير وإنفيريور إليك سباينز على السطح الأمامي والخلفي وبالتالي بيكون عندنا أربعة إليك سباين الأنتيريور سوبرير إليك سباين والأنتيريور إنفيريور إليك سباين والبستيريور سوبرير إليك سباين والبوستيريور انفيريور إلياك سباين الجزء الثاني من الإليام وهو البادي أوفز الإليام بيشكل الجزء العلوي من الأستابيلم واللي هي عبارة عن حفرة عميقة بتتمفصل مع هيدو فيمر علشان تكون مفصل الهيب جويند نيجي بعد كده للجزء الثاني المكون للهيب بون وهو عظم العانة ويسمى بيوبيس أو بيوبيك بون البيوبيس بتشكل الجزء السفلي والأمامي من الأستابيلم وبتحتوي على بادي أوفز بيوبيس وسبيريور وانفيريور بيوبيك رامي لا لا مش رامي صاحبي رامي تاني واللي معناها فروع ومفرطها ريمس المهم أجسام البيوبيك بونز بيلتقوا مع بعض في المنتصف وبيتكونوا بيوبيك سينفيسز السوبيريور بيوبيك راميس بيكون بارز لأسفل وللداخل من الأستابيلم ويقع على السطح العلوي من السوبيريور بيوبيك راميس حفة اسمها بيكتينيا لين وده خط بيكون ممتد من الأركويت لين أوفز إيليم واللي اتنين مع بعض بيكونوا البيوبيك بريم اللي هو حرف الحوض يقع أيضا على السطح العلوي من السوبيريور بيوبيك راميس البيوبيك توبركل وده المكان اللي بيتصل به ليجامنت اسمه انجونال ليجامنت الانفيريور بيوبيك راميس بيكون بارز لأسفل ناحية الخارج من البادي اوزابيوبيك وبيتصل مع الانفيريور اسكيا راميس في منطقة غير محددة لذلك بيطلق عليهم الاتنين مع بعض اللي هو الانفيريور اسكيا راميس والانفيريور بيوبيك راميس اسم اسكو بيوبيك راميس الجزء الثالث والأخير المكون للهيب بون هو الاسكام عضم الاسك الاسكام هو جزء السفلي من الهيب بون وزي البيوبيس الاسكام بيتكون من تو رامي وبادي البادي اوزا اسكام بيشكل جزء السفلي والخالفي من الاسيتابيلا والسيبيريور اسكيا رامس بتمتد من جسم الاسكام الى منطقة رافند وانلرجت اسمها اسكال توبرستي الانفيريور اسكيا رامس بيمتد للأمام والداخل من الاسكال توبرستي لحد ما يتصل بالانفيريور بيوبيك رامس الاسكال سفاين هو بروز بيمتد من السوبرير اسكال رامس ويقع ما بين توبروميننت نوتشيز على السطح الخلفي من الهيب بون وهم الجريتر سياتي كنوتش والليزر سياتي كنوتش الجريتر سياتي كنوتش بيمتد من البستيريور انفيريور اليك سبين لحد الاسكال سبين والليزر سياتي كنوتش بيمتد من الاسكال سبين لحد الاسكال توبرستي في النهاية بنلاحظ أن فيه فوريمين كبيرة اسمها أبتيريوتر فوريمين بتتكون نتيجة اتحاد السوبيريور والإنفيريور بيوب كرامي مع الإسكيام والأبتيريوتر فوريمين بتكون محاطة بالأبتيريوتر ميسلز نيجي بعد كده للسكرام اللي هي المنطقة العجزية وهي عبارة عن عظم مسلسة الشكل بتتكون نتيجة التحام خمس أقصام أو فقرات عجزية الفقرة أو القسم العجز الأول بيحتوي على نتوء بارز من السطح الأمامي اسمه ساكرال برومنتوري وده لاندي ماركي مهم جدا لأنه بيفصل ما بين الأبدوميال كافيتي والبلفك كافيتي الترانسفيرسي بروسيسيس لخمس فقرات عجزية بتتحد مع بعضها وتكون كتلة عظمية اسمها لاترال ماس على كل جانب واللي بتتمفصل مع الهيب بونز ويكونه مفصل اسمه ساكرو إليك جوينت اللاترال ماس على كل جانب بتحتوي على سقوب اسمها ساكرال فريمنا بتسمح بمرور الساكرال نيرفيس وآخر فقرة عجزية بتتمفصل مع الكاكسيكس والتي تحتوي على من ثلاثة لخمس فقرات عظمية ملتحمة الهيب جوينت اللي هو مفصل الورك بيتم تصنيفه من النوع بول أند سوكيت جوينت من السينوفيال جوينتس ولو لسه ما تعرفش أنواع المفاصل ادخل اسمع فيديو أنواع المفاصل في 11 دقيقة دلوقتي على قناة المختصر المفيد المهم ان الهيب جوينت بيتكون نتيجة تمافصه للفيومر الهيد مع الأسيتابلم أوفزابلفيس اللي هو التبويف الحرقوفي للحوت فبيسمح مفصل الهيب جوينت بحلقة واسعة من الحركة الأسيتابلم اللي هو التجويف الحرقوفي عبارة عن تجويف على شكل الكاس أو الكوب بيتكون من اتصال عظام الحوضي الثلاثة وهم الإليام والإسكيم والبيوبز بالعربي الحرقوفة والإسك والعانة في الأجزة الكروس سيكشن اللي هو التشريح المقطعي المحوري يمكن تأسيم المنطيع دي إلى أنتيريور كولون وبستيريور كولون البستيريور كولون هو الأقوى والجزء الحامل للوزن في الأسيتابلم في منتصف الأسيتابلم بيكون فيه منخفض أو ديبريجان وهو جزء غير متمفصل بيطلق عليه اسم أسيتابلر فوسة بتتكون الحفرة دي بشكل رئيسي من الإسكيم وبتكون مليانة بالدهون وامتدادا من الأسيتابلر فوسة بيبقى فيه الأسيتابلر نوتش وده بيتقاطع من أسفل مع حفة المحيط الدائري للأسيتابلر والأسيتابلر نوتش وظيفته كموقع بيتصل به الترانسفيرس أسيتابلر ليجامنت الفيمر بون هي أطول وأتقل وأقوى عظمة في الجسم وبتتكون من ثلاث أجزاء بروكسيمال اند وشافت وديستال اند النهاية القريبة اللي هي بروكسيمال اند واللي بتتنفصل مع الأسيتابلر معلشان يتكون مفصل الهيب جويند بتتكون من الهيد والنك وجريتر تروكينتر وليزر تروكينتر الفيمر الهيد مغطاب الكامل بالأرتيكولار كارتليجي اللي هو غضروف مفصلي مع عدى جزء صغير في المنتصف يسمى فوفيا كابتز والفوفيا كابتز هو مكان اتصال لجمين تمتيرس بيوصل بين الفيمر الهيد والشافت العنق اللي هو فيمر النيك والعنق بتمتد من الهيد بشكل ميل بزاوية حوالي 120 درجة وبسبب الزاوية دي بتزيد حرية الحركة في المفصل وفي نهاية الفيمر النيك موجود بوريزين أكبرهم هو الجريتر تروكينتر وده بروز موجود مكان اتصال النيك مع الشافت والجزء العلو من الجريتر تروكينتر بيكون بارز لأعلى فوق النيك وبأباميل للخلف ناحية الداخل بستيريولي اند ميديالي والجريتر تروكينتر بيتصل بي العديد من عضلات الجلوتير ريجيم والبروز الأصغر وهو ليزر تروكينتر هو الجزء السفلي الداخلي بستيريولي ميديال بورشن للبروكسيمال شافت وبيوفر انسيرشن للتندن الخاص بعضلة الإليوسوس مصر بعد كده في خط بارز أو بروملين تريج ممتد من الخلف بين الجريتر تروكينتر والليزر تروكينتر اسمه انتر تروكينتر كريست وده بيوفر مكان اتصال للإسكيو فيمر الليجامنت وجزء من الكودريتاس فيمر استندن وبيوصل بين الاثنين تروكينتر من الأمام خط أقل بروز شوية اسمه انتر تروكينتر كلاين الانتر تروكينتر كلاين بيوفر مكان اتصال للإليوفيمرال ليجامنت وجزء من الفاستاس لتراليس تندن نتكلم بعد كده عن الشافت السطح الخلف للفيومرال شافت بيبقى فيه حرف أو رج اسمه لينيا أسبيرا الشفة الداخلية والخارجية للينيا أسبيرا بتوفر مكان لاتصال عضلات البستيريور والميديا الكمبارتمنتس أوفزا صاي الخط الممتد من الميديا الليب اللي هي الشفة الداخلية للينيا أسبيرا لحد ليزر تروكينتر اسمه بيكتينيا اللاين وده بيبقى مكان الانسيرشن الخاص بالتندن بتاع البكتينيا سمسل واللاتر الليب اللي هي الشفة الخارجية للينيا أسبيرا بتكون أكثر خشونة وبتمتد إلى الجريتر تروكينتر وأوسع جزء من اللاتر الليب اسمه جليتويل تبريستي وده مكان اتصال كل من الجليتوس ماكسماس والأدكتور ماجنس ماسلز وأخيرا اللينيا أسبيرا بتمتد للأسفل لحد البوغلتيال سيرفس وزافيمر الديستل اند أو النهاية البعيدة للفيمر بتتوسع فبيتكون بروزين ميديا الكنديل ولاتر الكنديل اللاتر الفيمر الكنديل بيكون أوسع من الأمام عن الخلف بينما الميديا الكنديل بتفضل متنسكة وثابتة في حجمها من الأمام والخلف الفيمر الكنديلز الاثنين بيتصلوا من الأمام بواسطة الباتيلر سيرفس ومن الخلف بيتفصلوا عن بعض بواسطة الانتركنديل الفوسة وفي كل ناحية من الكنديلز بيبقى فيه حفة أو إج اسمها إيبيكنديل فبيبقى عندنا ميديا الإيبيكنديل ولاتر الإيبيكنديل ودول بيبقى أماكن لاتصال الأربطة والعضلات في بروس صغير بيقع فيه الميديا الإيبيكنديل اسمه أدكتور توبركل وده مكان بيتصل بيه معظم الأدكتور ماجنس مسل على السطح الخلفي للديستال فيمر بيكون في منطقة مسلسة الشكل اسمها بابلتيال سيرفس قاعدة المسلس بالنسبة للمنطقة دي هو الانتركنديلر لاين وده بيكون علامة تعرفنا بداية الانتركنديلر فوسة وجانبي المسلس هما الميديا واللاترال سوبركنديلر لاينز واللي بيكونوا بمثابة استمرار من اللينيا أسبيرا العظام اللي بتكون ويفسة للركبة أو النيجويند هي كل من الفيمر والتبيا والباتيلا والفابيولا وبيكون في طبقة غدروفية بتغطي الأسطح المفصلية لكل من الفيمر والتبيا والباتيلا الأسطح دي بتساعد على سلاسة الحركة في مفصل الرجبة هنشرح كل عظمة لوحدها بالمختصر النفيد وبعد كده نشرح الأربطة والغدريف وكل ما يخص مفصل الرجبة تابعوا معايا للنهاية واشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركي التبيا اللي هي عظمة القصبة بيكون لها نهاية قريبة اسمها بروكسيمال اند اسمها القريبة لأنها الأعرب لمركز الجسم البروكسيمال اند بتكون تسعة وعريضة وليها نتوئين أو بروزين مضغطيين بالغدروف وهمها الميديا الكندايل واللتر الكندايل السطح المفصلية العلوي لكل من البروزين دول اسمه تبيا البلاتوز وده السطح اللي بيتصل مع الفيمورال كوندايلز التبيا البلاتوز للاتنين كوندايلز بيفصل بينهم بروز اسمه انتر كوندايلر اميننس أو تبيا السباين الانتر كوندايلر اميننس بيحتوى على كومتين وهم الميديا واللاتر الانتر كوندايلر توبيركلز الاتنين الانتر كوندايلر توبيركلز والمناطق الخشنة المحيطة بيها بتبع عبارة عن أماكن اتصال الاربطة السمبية اللي هي كوليشيات ليجامينتس وايضا الغضروف المفصني اللي هو منسكس اللاتر التبيا الكندايل بتحتوي على سطح مفصني صغير اسمه Articular Fibular Surface واللي بيتمفصل مع الهيدوف زافيبولا مكونين مفصل Proximal Tibio Fibular Joint الشافت اللي هو جسم عظمة التبيا بيكون ليه حفة أو كريست في الأمام بتحتوي على بروز عزم اسمه Tibial Tubersti وده البروز اللي بيتصل بيه الباتيلر ليجامينت وعلى السطح العلوي من الناحية الخارجية للتبيا 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 بيكون فيه Attachment Site اللي هو مكان اتصال الـ Neutibial Band واللي اختصرها IT المنطقة الخشنة من اللاتر التبيا الكندايل معروفة باسم Gerdi Tuberkin السطح الخارجي من جسم التبيا بيكون بمسابة Attachment Site الـ Intersearch Membrane الغشاء الموجود بين عظمتين التبيا والفابيولا السطح الخلفي لجسم التبيا بيكون فيه Oblique Bony Ridge اللي هو حرف عظمي ماي لإسمه Sulean أو Poblite Line بتتصل بيه الياف الوطر الخاصة بعضلة Suleas Muscle الـ Distal Tepia أو الـ Distal End وإذا تبيا برضو بتكون نهاية مصلية متسعة وعريضة وبتحتوي على امتداد داخلي بيكون الميديا الماليلس واللي بتتموصل مع عضلة التيلس في منطية الكحد السطح الخلفي من الميديا الماليلس بيحتوي على جروف اسمه Malular Groove بيمر منه كل من التبياليس بستيريول تندون والفليكسور ديجيتوريام لونجس تندون وفي الجانب اللاترال أو الخارجي بيكون فيه فكوة أو حز صغير اسمه Fibular Notch بتتموصل فيه الفيبيولة مكونة مفصل Distal Tepi Fibular Joint أو Articulation الشازية أو الفيبيولة هي عض مطويلة ورفيهة نسبية وبيكون لها أيضا Proximal End و Distal End وموظم طولها بالكامل بيكون مغطة بالعضلات النهاية الورايبة للفيبيولة اللي هي Proximal End بتنتهي من أعلى بنهاية حد اسمها Ipix ودي اللي بتتموصل مع اللاتر الكوندايل أوفزاتيبيا مكونة مفصل Proximal Tepi Fibular Joint والنهاية البعيدة للفيبيولة بتكون الجزء البارز واللي اسمه Lateral Malylus وبيتموصل مع التيلة سمنطية الكاحل السطح المفصلية الخلفي عبارة عن توييف صغير اسمه Malylar Fossa الفossa دي بتستكر فيها Posterior Tepi Fibular Ligament نيجي بعد كده للباتلة والباتلة في مرال جوينت الرطفة اللي هي الباتلة هي أكبر سيسامويد بون موجودة في الجسم وبتكون متسبتة ومدمجة مع الكوادرسيب ستندون والباتلة هي عبارة عن عظمة مسطحة ومثلسة الشك وليها بيز أو قاعدة قريبة وكمة أو إيبكس بعيدة الباتلة بيكون لها سطح أمامي وخالفي وبتحتوي على ثلاث حدود سوبرير وميديل ولاترال البيزو في زابتلة عبارة عن رافند إيريان اللي هي منطقة الخشنة بيتصل بها كل من ريكتس فيوريس مصل وفاستس انترميديس مصل بينما الميديل بوردر بيتصل بي فاستس ميدياليس مصل واللاترال بوردر بيتصل بي فاستس لاتراليس مصل البستير والسيرفس أو السطح الخلفي مغطة بأكبر طبع ضغطروف مفصلية موجودة في الجسم في منتصف السطح الخلفي للرطفة بينقسم بوسطة فرتكال ريج إلى ميديل فاست ولاترال فاست اللاترال فاست وهو الأكبر ويتنفصل مع اللاترال فيمورال كوندايل والميديل فاست وهو الأصغر ويتنفصل مع الميديل فيمورال كوندايل البتلة بتحمي المفصل الأمامي للرقبة وبتعمل على زيادة فعالية الكوادرسيبس إكستينسور سيستم التشريح أو التكوين العظمي للأنكل والفوت اللي هما الكاحل والقضم بيشمل كلا من الترسلز ميتا ترسلز والفالانجيس يلا بقينا نعرفهم بالمختصر المفيد بس المهم ما تنساش تعمل لايك للفيديو وترشح القناة لأصحابك كنوع من أنواع التشجيع على النوع ده من المحتوى الترسلز اللي هما عبارة عن سبع عظام بالترتيب كده معي العظمة الأولى هي تيلس والتانية كالكينيس والتالتة نافيكولر والربعة كابويد وثلاثة عظام مع بعض اسمهم سري كونيفورم بونز والميتا ترسلز عددهم خمسة والفالانجيس اللي هما السلوميات عددهم 14 ودول بيكونوا الأصابع أول عظمة من الترسلز هي تيلس أو ما تسمى أيضا أستراجلس ودي تاني أكبر عظمة في عظام الترسلز التيلس مع الكالكينيس اللي اتنين مع بعض مسؤولين عن استقبال وزن الجسم كله وتوزيعه على القدم التيلس بتتكون من ثلاث أجزاء وهم البادي والنيك والهيد البادي بيحتوي على سطح مفصلي من أعلى اسمه تروكليا بتكون متغطية بالكامل بالغضروف لأنها بتتمفصل مع التبيا والفيبيولا اللي هما عظمتاي الكسبة والشازية والنيك أوفزا تيلس بيبقى جزء ممتد من البادي لحد الهيد والهيد بتتمفصل مع النافيكولاربون يجي بعد كده الأكبر عظم الترسلز وهي الكالكينيس ودي عظمة بتكون موجودة أسفل التيلس وعلى الجانب الداخلي من الكالكينيس بيكون فيه بروز اسمه سيستيناكلم تيلاي وده بروز بيدعم عظمة التيلس على السطح الخالفي للكالكينيس بيكون فيه بروز اسمه كالكينيال تبرستي بيأنسرتي فيه مجموعة أربطة وأوطار أكبرهم طبعا هو الأكيلستندون واللي هو أوطر أخيل المشهور مكان التمفصل بين الكالكينيس والتيلس اسمه سابتيلر جوينت السابتيلر جوينت بيحتوي على ثلاث أسطح مصصليا وهم الانتيريور فاست والميد الفاست والبستيريور فاست بيفصل بين البستيريور فاست والميد الفاست قناة اسمها تارسال كنال ودي قناة بتحتوي على أوعية دموية ودهون وروباط اسمه انترسوس تيلو كالكينيال ليجامنت بتوسع قناة التارسال كنال لاترالي فبيتكون جيب اسمه ساينستر ساي واللي بيحتوي على رباط اسمه سيرفايكال ليجامنت على الجانب الخارجي والأمام للكالكينيس بيكون فيه عظمة الكابويت بون واللي بتتمفصل من الأمام مع الميتا تارسالز للصابع الرابع والخامس نيجي للعظمة الرابعة وهي النفي كولر بون واللي بتتمفصل من الخلف مع التيلوز ومن الأمام مع الكونيفورم بونز على الجانب الداخلي للقدم آخر حاجة كده في التارسالز هم السري كونيفورم بونز وهما ميديا الكونيفورم وانترميديد كونيفورم ولاترال كونيفورم وبيتمفصلوا الثلاثة من الأمام مع أول ثلاثة ميتا تارسال بونز الميتا تارسال بونز هم عبارة عن عظام طويلة وضعيفة عددتهم خمس عظام في كل قدم كل عضم منهم بتتكون من ديستال هيد وبروكسيمال بيز وبادي أو شافت كل الهيدز بتتمفصل مع البروكسيمال فلانجيس لكل التويز وكل البيزز بتتمفصل مع التارسالز الفيرست ميتا تارسال بيكون مرتبط بي عضلتين صغيرين اسمهم سيسامويد بونز على السطح الداخلي والخارجي للميتا تارسال هيد بعد كده الفلانجيس وعداتهم 14 في كل قدم ثلاثة في كل توي بروكسيمال وميدل وديستال مع عدد الجديد توي بيحتوي على اتنين فقط وهم البروكسيمال والديستال بيتم تثبيت الفيمرة الهيد داخل الاسيتابولم بوسطة الاسيتابولر لابرام ومجموعة اربطة رئيسية هنشرحهم في الجزئية دي مبدأين كده اللابرام ده عامل زي الشفة فلو هنتخيل ان المفصل فم فالابرام هي الشفة الخاصة بالفم ده الاسيتابولر لابرام بتكون حفة لفية غضروفية فيبرو كارتنيجينيس ريم الحفة دي محيطة بمعظم حدود الاسيتابولم الخارجية وبالتالي بتكون محيطة بالفيمر الهيد من الخارج بشكل محكم وده بيساعد على تثبيت وحكام الفيمر الهيد داخل الاسيتابولم بشكل جيد معتمدا على عمق الحفرة الموجودة في الاسيتابولم واللي اسمها اسيتابولر فصة نيجي بعد كده للاربطة بنلاحظ ان الهوامش او الحدود السفلية للاسيتابولم غير مكتملة وبيتم دعم تقوية الحد السفلي بواسطة روباط اسمه Transverse Acetabular Ligament وده بيكون منتد خلال الاسيتابولر نوتش فبيتواجد ما بينهم قناة اسمها اسيتابولر فريمن وده قناة او صجب بتسمح بمرور العصاب واللوعية الدموية من وإلى الهيب جوينت نيجي بعد كده للروباط التاني وهو الاليوفيمر الليجامنت وده واحد من اقوى اربطة الجسم ووظفته بشكل عام هو تثبيت واستقرار مفصل الورك وبيمتد من الانتيريور انفيريور اليك سبين والريم او زا اسيتابولم لحد ما ينسرتون انتر تلوكينتريك لاين او زا فيمر والوظيفة الاساسية المحددة لهذا المفصل هو توفير الدعم والتعزيز القوي للجزء الامامي في الهيب جوينت المفصلين اللي بعد كده هم الاسكيو فيمر الليجامنت والبيبو فيمر الليجامنت ومن الصعب التمييز ما بينه وبيكونوا شكل حلزوني في اتصالهم بالفيمر الاسكيو فيمر الليجامنت بيبدأ اتصاله بالاسكيام وبيمر بشكل حلزوني فوق الفيمرال نيك لحد ما ينسرتون بستيريور فيمرال نيك ودوارنه بشكل حلزوني للخلف بيجعله الرباط الوحيد الموجود على السطح الخلفي للهيب والبيب فيمر الليجامنت بيبدأ اتصاله من السوريور بيب كريمس وبعد كده بينتشر ويندمج مع الاليو فيمرال لجامنت ويتصل بالانتر تلوكينتريك لاين الشكل الحلزوني للرباطين دول فريد من نوع بالنسبة للبشر وبيضمن تسابات واستقرار المفصل والتحكم بشكل كامل في الوضع العام للطرف السفلي نيجي بعد كده للليجامنت تمتيريس وهو عبارة عن شريط عريض بيمتد من الفوفيا كابيتس الموجودة في الفيمرال هيد الى ان يصل لحافة الاسيتابلر نوتش ويندمج مع الترانسفيرس اسيتابلر ليجامنت والليجامنت تمتيريس بيقع بالكامل داخل الهيب جوينت ويحتوي على الاعصاب والاوعية الدموية اللي بتمر الى الفيمرال هيد والدراسات الاخيرة بتشير الى ان الليجامنت تمتيريس هو المثبت الاساسي والقوي اللي بيمنع حدوس خلع في الهيب جوينت الجوينت كابسول الخاص بالهيب جوينت عبارة عن محفظة او كيس محيط بالمفصل من الخارج ومكون من فيبرس اند سينوفيال كابسولز جزء ليفي وجزء زلالي الفيبرس كابسول اللي هو الكيس الليفي بيكون قوي وسميك وبيتم دعمه تقويته بواسطة مجموعة من الاربطة بتشمل كل من اليوفيمرال ليجامنت اسكيوفيمرال ليجامنت بيوبوفيمرال ليجامنت الفيبرس كابسول بيكون غلاف محيط بالهيب جوينت ومعظم النيكوزة فيمر والجزء البروكسيمالي من الفيبرس كابسول واللي بيكون اقرب للحوض متصل بالإيجوفزة استابيلام والترانزفيرسة استابيلر ليجامنت والجزء الابعد من الفيبرس كابسول متصل بالفيمرال نيك والإنتر تركنتريك لين والجريتر تركنتر من الأمام ومن الخلف بيكون اتصل بالنيك برضو بروكسيمالي وإنتر تركنتريك كريست وبشكل عام الفيبرس كابسول مكونة من ألياف دائرية عميقة بتكون جزء أو منطيع اسمها زونة أوربيكولاريس ودي عبارة عن حبل أو طو موجود حول الفيمرال نيك بيشد ويضغط على الفيبرس كابسول وبيساعد على تثبيت الفيمرال هيد داخل الى استابيلام السينوفيال كابسول للهيب جوينت بتخطط السطح الداخلي للفيبرس كابسول وبتكون غلاف بيحيد بالليجامين تمتيرز وبرضو السينوفيال كابسول بيبطن الى استابيلار فوسا وبيغطي الفاتباد الموجودة في الاستابيلار نوتش وبتكون متصلة بالإيجيز أو زاستابيلار فوسا والترانزفيرس استابيلار ليجامينت السينوفيال كابسول بتبرز لأسفل والخلف وبتكون بيرسا زي وسادة كده أو مخدة اسمها بتفمي التندون الخاص بالأوبتوريتر إكستيرناس مصر في مطقة الهيب بيكون في العديد من الوساد والإسمها بيرسي بسبب عدد العضلات الكتير الموجودة بالمنطقة دي الهيب بيرسي بتختلف عددها وأماكنها ووظيفتها أنها بتقلل الاحتكاك في أماكن مرور الأوطار والعضلات فوق العزان الهيب بيرسي الرئيسية هي كلا من تلوكنتريك وإليوسوس وإسكات التلوكنتريك أو متسمى سابجوليتيس ماكسيمس بيرسا موجودة بين مكان الإنسيرشن الخاص بالجوليتيس موسيلز والفاستزلاتراليز موسيل والجريتر تلوكنتر أوفزافيمر والإليوسوس أو متسمى إليوبكتينيال بيرسا تقع بين الإليوسوس تندون والليزف تلوكنتر أوفزافيمر وبيكون موجود ما بين الإسكال توبرستي والجوليتيس ماكسيمس موسيل الإسكال بيرسا الركبة هي أكبر مفاصل الجسم وأكثر هتعقيده الهيزام اللي بتشارك في مصر الركبة هي كلا من الفيمر والتيبيا والباتيلا الركبة بتحتوي على ثلاث مفاصل منفصلة اثنين فيموروتيبيا بين الفيمر والتيبيا واحد بتيلو فيميرل بين الباتيلا والفيمر وبيخيط بالركبة شبكة دعمة من المينيسكاس والليجامينتس والتندونز والفيشيا والموسيلز كل ده نتكلم عنه في جزئية الركبة المينيسكاس اللي هو الغضروف المفصلي أو الهلالي فيه الركبة فيه اثنين من المينيسكاس موجودة بين الفيمر والكونداينز والتيبيا البلاتيوس المينيسكاس بتكون على شكل حرف السي ومكونة من تايبرس كونكتف تيشو والمينيسكاس عمتا عبارة عن مخدأ أو وسادة موجودة في مكان تمفسه بالفيمر والكونداينز مع التيبيا البلاتيوس وعادتها بتنقسم الانتيريور هورن وبستيريور هورن في المظهر المقطع بيظهر ان المينيسكاس على شكل ويج أو وتد حدوده الخارجية سميكة وبتكون عريضة ومسطحة في المنتصف الحدود الخارجية للمينيسكاس بتكون على الاتصال مع الجوينت كابسول والانتيريور وبستيريور هورنس مبتصلة بالانتركنديلر ايميننس أو زاتيبيا بتختلف المينيسكاس في حجمها وشكلها فعندنا المينيسكاس على شكل الهلال والبستيريور هورن أكبر من الانتيريور هورن والميديا المينيسكاس متصلة بالميديا الكولاترال ليجامت وده السبب اللي بيجعله أقل قدر على الحركة من اللاترال مينيسكاس اللاترال مينيسكاس تقريبا بيشكل حلقة مغلقة والانتيريور وبستيريور هورنس ليهم نفس العرض والحجم والشكل على عكس الميديا المينيسكاس البستيريور هورن في اللاترال مينيسكاس بينشع منه روباطين وهوهما البستيريور منيسكو فيمرار لجامنت او ما يسمى لجامنت of Risberg وده بيمر من خلف الGCL انه هو بستيريور كورشيات لجامنت وبيتصل بالميديا الفيميرال كوندايل وروباط التاني وهو الانتيريور منيسكو فيمرار لجامنت او ما يسمى لجامنت of Humphrey وده بيربط بين البستيريور هورن او زي لاترامنسكاس والميديا الكندايل وبيمر من امام ال PCL وبيتم توصيل الميديا واللاتر المينيسكس بوسطة روبات اسمه Transverse Ligament نتكلم بعد كده عن الليجامنتس أربطة الرجبة بتنقسم إلى مبعوطين مجموعة خارجية اسمها External أو Extra Capsular Ligamentis ومجموعة داخلية اسمها Internal أو Intra Capsular Ligamentis External Ligamentis بترتبين حول الرجبة ودورهم أنهم بيقووا ويدعموا الجوينت كابسول من الخارج والInternal Ligamentis بيتواجدوا داخل الجوينت كابسول ودورهم أنهم بيوفروا السبات والاستقرار للتيبية والفيمر الأربطة الخارجية بتشمل كل من الكولاترال والباتيلر 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 الريتونكلام والأوبليك بوبليتيال والأركويت بوبليتيال لجامنتس دي الأربطة الخارجية للرقبة الكولاترال لجامنتس أو الأربطة الجانبية بتوفر الدعم للرقبة عن طريق تقوية كابسولة المفصل اللي هي الجوينت كابسول من الجانب الداخلي والخارجي ميديال والأتراب الميديال أو التيبية الكولاترال لجامنتس هو روض مسطح ومسلس الشكل بينشع من الميديال فيمرال كونديل وبيمتد أنها طريق من التيبية الكونديل ومستمر لأحد الميديال شافت أو ذاتيبية وفي مصار الميديال كولاترال ليجامنت ليتصل بالميديال مينسكس والليترال أو الفيبيلال اللاترال ليجامنت هو الرباطئ birthdays بال besides the median وبيينشع من اللاترال فيومرال كونديل ويتصل بれる heath of thybuna بيتم تقويت الجينت كابسول من الأمام بواسطة الباتيلر ليجامنت والباتيلر ريتوناكولم الباتيلر ليجامنت هو رباط عريض وسميك ويعتبر بالنسابة استمرار للكوادرسيبس التندون وبيمتد بعد كده من الباتيلر حد التبيال تيبرستي الباتيلر ريتوناكولم بيتكون بشكل أساسي من الفيبرس اكستنشنز الميترال باتيلر ريتوناكولم بيتكون بشكل عيسي من ألياف من الفاستس ميدياليس موسل وبيمتد بعد كده إلى أن يتصل بالتيبية أمام الميتر كولاترال ليجامنت واللاترال باتيلر ريتوناكولم بيتكون من ألياف من الفاستس ميدياليس موسل بالإضافة إلى الاليوتيبيال باند ويمتد الأسفل اللي أن يتصل بالحفة الخارجية من التيبيال توبريستي علشان يزود نسباته استقرار الناترال جوينت كابسول اللي هو الجانب الخارجي لكابسولة المفصل الوبليك والأرقويت بوبليتيا الليجامينتس بتساعد على تقويت السطح الخلف للجوينت كابسول الوبليك بوبليتيا الليجامينت هو عبارة عن تمدد أو expansion للسمي منبرينيوسستيندوم اللي دوره أصلاً أنه بيقوي السنتر الريجين أوف بستيريور جوينت كابسول وبيمتد الوبليك بوبليتيا الليجامينت بعد كده إلى أن يتصل بالإنتركنديلر لاين وفزافيمر الانفيرولاترال بارت من الجوينت كابسول بيتم تقويته بواسطة الأرقويت بوبليتيا الليجامينت لأنه بيمر لفوق الإبكس وفزافيبولار هيد وبينتشر على السطح الخلفي للجوينت كابسول لحد ما يصل للسطح الخلفي للناترال في مورال كوندايل نتكلم بعد كده عن الانترنال لجامينتس واللي بتشمل الكوريشيات لجامينتس اللي هي الأربطة الصليبية وهي أربطة دورها أنها بتوفر السبات والاستقرار للرقبة من الأمام والخلف الأربطة الصليبية موجودة داخل الجوينت كابسول ولكن خارج السينوفيا المبرين الانتيريور كوريشيات لجامينت أو الاختصاره ACN اللي هو الروباط الصليبي الأمامي بينشع من الميديا الانتركنديلر توبركل الموجودة في سطح عظمة التبية وبيمتد إلى أن يتصل بالبستيريو ميديا السيرفس أوزالاترال في مورال كوندايل ودول الروباط الصليبي الأمامي هو أنه بيساعد على مانا الهايبر اكستنشل والانتيريور ديسبلسمينت لعظمة التبية اللي هو التمدد المفرط والخلع الأمامي لعظمة الكصبة والبستيريو الكوريشيات لجامينت والاختصاره BCL اللي هو الروباط الصليبي الخلفي وهو الروباط الصليبي الأقوى من الانتيريور بيمتد من البستيريور أسبيكت أوزالاتركنديلر إميننس إلى أن يتصل بالانتيريو ميديا السيرفس أوزالاتركنديل في مورال كوندايل ودول البيساعد هو أنه بيمنع الهايبر فليكشن والبستيريور ديسبلسمينت أوزاتيبيا اللي هو منع التاني المفرط والخلع الخلفي لعظمة الكصبة الجينت كابسول اللي هي كابسولة مفصل للرقبة مكونة من غشاء ليفي قوي من الداخل اسمه Fibros Membrane ومن الخارج والخلف بيتم تقوية الجينت كابسول بواسطة الإكسترا كابسولار ريجامينتس واللي بتشمل كل من الباتيلر واللاترال أو الفيبيولار واللاترال والميديال أو التيوية الكولاترال والأبليك بوبلاتيال والأركويت بوبلاتيال لجامينتس من الأمام بتتصل الجينت كابسول مع كل من الكوادرسيبس التندون والميديال واللاترال ريتناكيولا السينوفيال منبرين اللي هو الغشاء الزلالي في الرقبة هو الأكبر والأوسع امتدادا وأوسع تويف الزلالي موجود في الجسم السينوفيال منبرين بيبطن السطح الداخلي للفايبرس منبرين وبيكون متصل بالحدود المفصلية لكل من الفيمر والتيبيا والباتيلة وبيمر من أمام الاربطة السينوبية لذلك هم بيقعوا داخل كابسولة المفصل انترا كابسولار ولكن خارج الغشاء الزلالي إكسترا سينوفيال نجي بعد كده للأوطار الأوطار الخاصة بعضرة كل من السيرتوريس والجرسيلس والسيميتيندينوسيس بيتحدوا مع بعض عشان يكونوا وطر اسمه بيس أنت سيرينس اللي بيانسرت انتو انتيرو ميديا السيرفس افزا بروكسيمال تيبيا من فوق الميديا الكولاترال ليجامنت نيجي بعد كده للبرسيل اللي هي عبارة عن أكياس صغيرة مليانة بالسوائل بتقلل من احتكاك العضلات والأوطار والعظام أثناء الحركة الرجوة بتحتوي على أكثر من عشرة من البرسيل بسبب عدد العضلات الكتيرة المصاحبة للرب البرسيل الرئيسية بتشمل كل من السوبراباتيلر والبريباتيلر والإنفراباتيلر واللي بيكون في منها سوبرفيشيل وديب والجستركنيماس واللي بيكون في منها ميديال ولاترال والسيميمبرونيسيز والبوبليتيال السوبراباتيلر او الكوادريسيبس بيرسا هي عبارة عن امتداد كبير من السينوفيال كابسول وبتقع بين الفيمر والكوادريسيبس تندل والبريباتيلر بيرسا موجودة بين السطح الأمامي للباتيلر والجلد بينما السوبرفيشيل انفراباتيلر بيرسا موجودة في الباتيلر ليجامنت بين الجلد والتيبيال تبريستي والديب انفراباتيلر بيرسا صغيرة وموجودة تحت الباتيلر ليجامنت قدام التوبية بالتحديد فوق التوبريستي وعلى سطح الخلفي خلف كل إفمير الكونديل بيكون في بيرسة وهم الميديل واللاترال جاسترو كونيميس بيرسي السيميمبرانيسوس بيرسة موجودة بين كل من الميديل هود أو زا جاسترو كونيميس والسميمبرانيسس تيندل والبابلوتيل بيرسة موجودة بين اللاترال تيبيا الكونديل والبولتياس تندن وأخيرا بيكون في بيرسة موجودة بجوار البس أنسوريناس تندن من الداخل يسمع بس أنسوريناس بيرسة المترجم للقناة